حديث مكاشفة ووضوح وحرص لتجنب أن ينزلق الإخلال بالأمن إلى تدمير الدولة كل الدولة وهي البيت الكبير الذي يجمعنا والذي تقع مسؤولية حمايتها علينا جميعا فنحن اليوم بين خياري الدولة واللا دولة ونحن نريد بناء الدولة وهذا هو الهدف الجامع الذي يضمن حياة حرة كريمة لجميع العراقيين نحن من هذا الشعب المضحي وإليه وندرك العذابات التي كابدها على مدى العقود الطويلة الماضية وقد خذنا كفرد وكشعب تجارب كثيرة وأخطأنا وأصبنا إلى أن وصلنا معا إلى هذا النظام الدستوري الديمقراطي الذي صوتتم عليه بأصابعكم البنفسجية وحين تسلمنا مسؤولية السلطة التنفيذية سارعنا بتحطيم الأسوار التي تعزلنا عنكم ورفع الجدران بيننا واقتربنا من شعبنا باطمئنان تام فلم يعد الوصول لمقر الحكومة صعبا بل هو في طريقكم من بيوتكم إلى مقرات عملكم وجعلنا مكتبنا وسط بغداد حيث يلتقي فيه جميع العراقيين من جهات الوطن الأربع فلا تسمحوا لدعاة اليأس أن يتغلبوا عليكم ولا تلتفتوا إلى دعوات العودة إلى الوراء وإلى عسكرة الدولة والمجتمع من جديد فقد ولت هذه الأوهام وعفى عليها الزمن ودفعنا كشعب ثمنها غاليا من دمائنا وثرواتنا ومستقبلنا اليوم لا توجد حواجز تمنع الشعب من إيصال صوته فلسنا متسلطين ولا نسكن في بروج عاجية نتجول بينكم في شوارع بغداد وبقية مناطق العراق ببساطة وتغمرنا السعادة حين نرى الناس تتجول بحرية وأمان بلا حواجز طائفية ولا نقاط تفتيش أمنية وقد ألزمت نفسي قبل الوزراء والمسؤولين بالتخلي عن المواكب الطويلة نحن نريد أن نخدم ونعمل بإخلاص وأعمالنا اليومية وجولاتنا الداخلية والخارجية جدية وهدفها تحقيق تطلعاتكم في البناء والإعمار والازدهار شرعنا منذ البداية بإصلاحات وإجراءات اقتصادية وسياسية وخدمية واجتماعية واسعة تخص المشاريع المختلفة وتستند إلى اتفاقاتنا من أجل توفير فرص العمل ومحاربة الفقر ولدينا مشروع سنقدمه خلال الفترة القصيرة القادمة إلى مجلس الوزراء لمنح راتب لكل عائلة لا تمتلك دخلا كافيا بحيث نوفر حدا أدنى للدخل يضمن لكل عائلة عراقية العيش بكرامة وأن لا نبقي أحدا خلفنا أو تحت خط الفقر ويساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ومعالجة الإهمال الكبير الذي تعرضت لها أطراف المدن والمناطق المحرومة الأخرى وكعهدنا إننا لن نعدكم وعودا فارغة أو نقدم لكم حلولا ترقيعية فهذا ما دفعتم ثمنه ولن نقول ما لا نعتقد بأننا قادرون على تنفيذه لقد عودناكم على أن نعد فنفي وأن نفعل ثم نقول يجب علينا اليوم أولا إعادة الحياة إلى طبيعتها في جميع المحافظات ويجب احترام سلطة القانون التي بموجبها يعيش الجميع بأمان واستقرار أود أن أبين لكم أن الإجراءات الأمنية التي نتخذها بما في ذلك حضر التجوال مؤقتا هي خيارات صعبة ولكنها كالدواء المر لا غنى عنها لأن أمنكم لا يمكن تضيعه أو المجازفة فيه ولا يمكن ترك البلاد وترك سلامتكم وأرواحكم في مهب الريح وحفظ الأمن يقع في مقدمة مصالح البلاد العليا وعلى رأس مسؤولية الوطنية وكذلك حماية ممتلكاتكم العامة والخاصة ومحالكم التجارية وأسواقكم من التخريب والحرق الذي بدأ يتسع بشكل يضع علامات استفهام كبيرة على أهداف من يحاولون استغلال التظاهرات السلمية كما أن بعض الشعارات المرفوعة كشفت عن محاولة لركوبها وتسييسها واختطاف وتضيع مطالبها المشروعة يا أبناء الشعبي العظيم نعم مطلوب مننا جهود أكبر للضرب على أيدي المفسدين والفساد ورغم وجود خطوات في هذا الاتجاه لكنها لا تلبي طموحات شعبنا أو طموحاتنا وإننا نؤمن بسياسة توفير البدائل السكنية قبل إزالة المتجاوزين وقد بدأنا بالفعل بتوزيع الأراضي المخدومة مجاناً على شرائح شعبنا من الطبقات المستحقة ضمن مبادرة وطنية كبرى للإسكان وكذلك رفعنا مقترحاتنا إلى مجلس النواب الموقر لإصلاح النظام الانتخابي بما يعزز شفافيته ويمنع الاحتكار أو المحاصصة كما اقترحنا وضع صناديق في انتخابات مجالس المحافظات القادمة لإجراء التعديلات الدستورية التي يصوت عليها مجلس النواب أيها الأحبة في عراقنا العزيز إن التصعيد في التظاهر بات يؤدي إلى إصابات وخسائر بالأرواح وهي عزيزة وغالية علينا وإننا نضع ضوابط صارمة لعدم استخدام العنف المفرط ونتقيد بالمعايير الدولية لفرض النظام والأمن بهدف تقليل الخسائر والممتلكات سواء بسبب الفعل أو رد الفعل ولقد شكلنا لجانا تفتيشية وتحقيقية لضمان التقيد بالإجراءات القانونية وقد اتفقنا مع مجلس القضاء لإطلاق سراح المحتجزين ممن لم يرتكب جريمة جنائية كما أن الدولة جادة في اعتبار الضحايا من المتظاهرين والأجهزة الأمنية شهداء مشمولين بالقوانين السارية ونطالب مجلس النواب والقوى السياسية الالتزام الكامل بمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحية استكمال تشكيلته الوزارية وإجراء تعديلات وزارية بعيدا عن التدخلات المحاصصية ويؤسفنا أن البعض قد نجح في إخراج بعض التظاهرات عن مسارها السلمي مما يعني فقدان الأمن والاستقرار الذي تحقق بتضحيات العراقيين وصبر الأمهات والآباء وبطولات المقاتلين الغيارة ضد إرهاب داعش وأؤكد أن صوتكم مسموع قبل أن تتظاهروا وقد وصل إلينا جليا واضحا وإن مطالبكم بمحاربة الفساد وتوفير فرص العمل والاهتمام بالشباب والإصلاح الشامل هي مطالب حق وأن الهم الذي تعبرون عنه هو همنا الأول وأننا نتابع ونلتقي ونستجيب لكل مطلب مشروع ولذلك من الضروري مساعدة الحكومة على تأدية واجباتها تجاهكم والعمل يدا بيد لتحقيق تطلعاتكم ومطالبكم وقد وضعنا في خدمة مسؤولي المظاهرات وسائل اتصال مباشر لبحث مختلف المطالب والتعاون للعمل على تحقيقها أقول لكم بصدق وصراحة ووضوح حاسبونا عن كل ما نستطيع القيام به في الأجل المباشر وأن تعاون في الأمور التي تتطلب بعض الوقت لإنجازها لا توجد حلول سحرية وإن الحكومة لا يمكن أن تحقق كل الأحلام والطموحات خلال سنة واحدة تلك الأحلام التي لم تتحقق منذ عقود طويلة إن البطالة لم نصنعها والبنى التحتية المتهالكة لم ندمرها نح وإنما ورثناها ووجدنا تراكمات كبيرة في كل مجال وليس هذا انتقاصا لجهد من سبقونا لكن هذا هو الواقع الذي تعرفون أسبابه وتراكماته والحكومات انشغلت بمجابهة مشاكل كبيرة استهدفت هذا البلد منها دعوات الطائفية والصراعات السياسية والإرهاب وأخذ الإنفاق العسكري حصة كبيرة من موازناتنا واكتظت مؤسسات ودوائر الدولة بملايين الموظفين وبطوابير المراجعين مما يعطي مؤشرا سلبيا ويعكس ضعفا في الأداء وبرقاتية وفسادا في التعامل مع المواطن والمال العام وقد بدأنا بالعمل على مواجهة هذه المشاكل منذ البداية وبإجراءات عديدة وجذرية أنا شخصيا أتحمل مسؤولية قيادة الدفة في هذه المرحلة الحساسة ونعرف مكامن الضعف والقوة ونعالجها وقد قدمنا للمرة الأولى برنامجا حكوميا بالأرقام ولم يكن إنشائيا لنخدع شعبنا بالكلام المعسول واتفق أنصارنا ومنافسونا جميعا على تحقق إنجاز في تنفيذه وإن اختلفنا في النسب وبعض التفاصيل وفي الوقت نفسه يخطئ من يظن إنه بعيد عن المسؤولية والمحاسبة فكلنا مسؤولون أمام الله والمواطنين وإننا مستعدون للتعاون مع كل من يريد العمل والإصلاح وإننا متمسكون بالدستور ونرى خيارنا الوحيد في إصلاح المنظومة السياسية من خلال روح الدستور ونصه إن التدمر من الأداء السياسي العام مفهوم ومبرر ومن حق شبابنا أن يغضبوا حين يسمعون ويشاهدون استشراء البحث عن المغانم وبيع المناصب وحين تضغى لغة الابتزاز والتسقيط والتحريض والتشهير والمبالغة في وسائل الإعلام وتسود الإساءة للجميع بمن فيهم المخلصين من الموظفين في هذه البلاد وبما في ذلك التدخل في عمل الحكومة ومحاولة تعطيلها وإفشالها لتحقيق مكاسب مرحلية على حساب المصلحة العامة لا تسمحوا للغة التسقيط والتعميم أن تتغلب فالسراق والفاسدون والمسيئون مهما بلغ عددهم فهم أقلية في صفوفنا وقد قررنا قبل أيام وبإجراء قانوني تنحية ألف موظف حكومي قدموا للمحاكمة متهمين بالفساد وإهدار المال العام ومنعهم من تولي أي وظيفة حكومية مستقبلا إننا واثقون كل الثقة بصواب نهجنا وبخططنا الواقعية التي بدأت تؤثي ثمارها في السياسة الخارجية وتحسين الاقتصاد والزراعة وحل مشكلة السكن بمشاريع أعلننا عنها في جميع المحافظات ونمتلك رؤية كاملة لاستيعاب الأيد العاملة والكفاءات والخريجين وحملة الشهادات ولإعطائهم امتيازات لا تقل عن امتيازات الوظيفة بل تتجاوزها وبنظام جديد يخدم التنمية والتطور الذي تطمحون إليه إن العراق اليوم يمتلك أفضل العلاقات الخارجية ومكانته في أفضل حالاتها وأن العالم أجمع ينظر لسياساتنا باحترام وتقدير وقد أصبح العراق اليوم نقطة التقاء وسلام وتهدئة في منطقتنا المشتعلة بالحروب والأزمات التي تحيط بنا أتوجه بالشكر الجزيل لشبابنا من المتظاهرين والقوات الأمنية الذين حاولوا ويحاولون الحفاظ على سلمية المظاهرات وشعاراتها وللأغلبية ممن تظاهر لممارسة حقهم الدستوري وقدم مطالبه بسلمية تامة ولم يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون وهؤلاء نكون لهم كل الاحترام وكل الاستجابة كما أتوجه بالشكر الجزيل لأبطالنا في الأجهزة الأمنية لما تحملته طيلة الأيام الماضية ولكل من ساهم بكلمة أو فعل من العلماء والخطباء ورجال الإعلام والمثقفين والسياسيين والشيوخ وأبناء العشائر من أجل الدفاع عن العراق وعن شعبه ونظامه الدستوري نسأل الباري عز وجل أن يحفظ شعبنا ويمن على جميع المصابين بالشفاء العاجل ويتغمد الضحايا بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان عاش العراق وعاش شعبه المضحي الأصيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته